وبصَّر به من الجهالة وكثَّر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولمَّ به بعد الشتات وأمَّن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصرت عينٌ بنظر ووعت أذنٌ بخبر وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة والأخوات نحمد الله جل وعلا الذي يسَّر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفَّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده فنحن اجتمعنا اليوم نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا فأسأل الله تعالى أن يشملنا بهذه الفضائل وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورًا لكم وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا طاعة نتقرب بها إليه ونتوسَّل بها إليه أن يُصلِح قلوبنا وأن يُقِرَّ أعيننا بصلاح ذرياتنا وأن يُوسِّع أرزاقنا وأن يهدينا سبل الرشاد وأن يقضي يديننا ويُصلِح شأننا ويُسْر عوراتنا ويُؤمِّن ديارنا وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير أنسابٍ تضمنا ولا دنيا تجمعنا أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته وأن يجعلنا إخوة متحابين فيها آمين يا رب العالمين أيها لحبة الكرام سورة الأعراف من السور الطوال التي ذكر الله تعالى فيها من أخبار الأنبياء ومن أخبار الأمم السابقة الشيء الكثير لا تدري عندما تدرف إلى هذه السورة تتكلم عن ماذا من عجائبها وعبرها هل تتكلم عن قصة هود أم عن قصة صالح أم عن قصة شعيب أم لوط أم تتكلم فيما فصل الله تعالى فيها من قصة نبي الله تعالى موسى عليه السلام سأقف معكم اليوم على قصةٍ من القصص التي جاءت في سورة الأعراف هذه القصة تعرض الله تعالى لخبرها وذكر شيئاً من أمرها في سور قبل سورة الأعراف كما ذكر ذلك في سورة البقرة وكما ذكره أيضاً في سور أخرى سيأتي معنا شيء من الكلام فيها ولقد بيّن الله تعالى فيها فضيلةً من الفضائل جعلها بعض أهل العلم خامساً من أركان جعلها بعض أهل العلم ركناً سادساً من أركان الإسلام لما ورد فيها من الفضائل والأحديث التي تحث عليها بل إن الله تعالى لعن بني إسرائيل لما قصروا في هذه الطاعة والفضيلة التي سنتحدث عنها من خلال هذه القصة القصص في القرآن متنوعة يقول سفيان الثوري القصص جند من جند الله تعالى بمعنى أن الله تعالى يجعل بعض القصص عبرةً لآخرين وإذا نظرت في القرآن وجدت أنك إن تكلمت عن الأنبياء والصبر على الدعوة وجدت قصصاً تتعلق بذلك إن تكلمت عن طول الأمد في الدعوة وجدت قصصاً تتعلق بذلك إن تكلمت عن التجارة والتجار استشهدت بقصة قارون إن تكلمت عن الفتنة بالنساء استشهدت بما وقع من امرأة العزيز إن تكلمت عن الحرص على التوحيد ذكرت قصة يوسف عليه السلام مع الرجلين الذين كانوا معه في السجن إن تكلمت عن الحوار ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود إن تكلمت عن الجاهر بالحق ذكرت قصة مؤمن آل ياسين أو مؤمن آل فرعون ولا تكاد تخلو قصة من القصص إلا من عبر نستطيع أن نستشهد بها ولذلك قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام فاقصص القصص لماذا لعلهم يتفكرون وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق نقص عليك مما سبقك سواء من المسلمين المؤمنين أو حتى من الكافرين المعرضين ذكرنا لك قصة النمروت وذكرنا لك قصة فرعون وذكرنا لك قصة قارون نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى وقال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك نقص عليك قصة نوح حتى إذا طالت فترة دعوتك تذكر قصة نوح وتقول نوح قد لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لماذا لا أصبرك صبره نقص عليك قصة شعيب حتى إذا تلاعب قومك بالمكيال والميزان تذكر قصة شعيب فتقول قد فعل قوم شعيب ما فعلوا وصبر عليهم شعيب إذا سأصبر نقص عليك قصة صالح وكيف تعنت قومه وقالوا له تريد أن نؤمن لك أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء قمة الإعراض والتعنت نقص عليك هذه القصة يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا تعنت قومك وتكبروا وتجبروا تذكروا أن من قبلك من الأنبياء قد أصابهم مثل ذلك وهي يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك هذه القصص هي قصص حق ولذلك قال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أي قصة يقصها عليك أي إنسان قد يزيد فيها وينقص إما ليستر شيئا لا يريدك أن تعرفه وإما ليملح قصته ويزينها يزيد فيها بعض المواقف أما قصص القرآن فهي قد حكيت كما وقعت تماما تعالوا اليوم نقف مع قصة عجيبة من هذه القصص قصة أصحاب السبت من هم أصحاب السبت وما سر تعظيم يوم السبت وأين تقع هذه القرية أصلا ومن هو النبي الذي كان حاضرا في عهدهم ولماذا ذكرها الله تعالى وقال في أولها واسألهم تسأل من يا رسول الله لماذا ما ذكرها الله تعالى كما يحقي غيرها من القصص واتل عليهم نبأ أصحاب السبت مثلا لماذا قال اسألهم يسأل من نبي نصر ولماذا يسأل وهو يأتيه الوحي من السماء وما حال هؤلاء وكيف انقصم أصحاب هذه القرية إلى ثلاثة أقسام وما حال هؤلاء الأقسام الثلاثة وهل لما مسخ الله تعالى بعضهم قردة وخنازير هل تناسلوا فنحن مثلا عندما يقول البعض لليهود يا أحفاد القردة والخنازير هل هؤلاء فعلا هم أحفاد لأولئك القردة والخنازير تناسلوا وأصبحت القردة التي نراها ربما يكون بعضها نسلا لأولئك هل هذا صحيح أم لا وكيف ينجو الإنسان لو وقع له مثل ما وقع لأولئك من أصحاب السبت القصص أو الآيات التي قبل قصة أصحاب السبت ذكر الله تعالى فيها حال بني إسرائيل مثلا قال لبني كانت مباشرة لهم يقول الله تعالى في آيات قبل هذا في سورة الأعراف يقول وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم كانت الآيات التي قبل هذه الآيات واسألهم كانت موجهة مباشرة إلى بني إسرائيل توجه الكلام إلى بني قريضة إلى بني النظير إلى بني قينقاع سكان المدينة من اليهود لكن لما جاء يذكر هذه القصة ترك بني إسرائيل ووجه الكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال واسألهم عن القرية طيب لماذا لم يقل مثلا واذكروا خبر القرية بحيث أن الكلام يكون متواصلا مع ما قبل في نفس الأسلوب لماذا كان الكلام الأول موجها إليهم ثم توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر لعلنا نجد شيئا من ذلك في أثناء شرحنا لها ذكر الله تعالى أخبار بني إسرائيل تحذيرا لنا موسى عليه السلام ذكر في القرآن مئة وثلاثة وثمانين مرة أكثر نبي ذكر في القرآن موسى عليه السلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر أربع مرات فقط عيسى عليه السلام ذكر ثلاثة وعشرين مرة أربع وعشرين مرة منها عشرين مرة باسمه الصريح عيسى ومنها أربع مرات ابن مريم طيب لماذا ذكر موسى بهذه الكمية الهائلة القرآن نزل بعد أن كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قريش رجلا من عامتهم ثم أصبح نبيا وكان الفريق الذي عندهم علم في عصره هم اليهود عندهم بقايا من كتاب موسى وكتاب عيسى عليهما السلام فكان اليهود لهم تأثير على العرب وكان العرب قريش وغيرهم إذا أرادوا أن يسألوا عن شيء ذهبوا وسألوا اليهود ولذلك لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم الإسلام ذهبوا وسألوا اليهود يا يهود هل نتبعه أم لا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلع على أصحابه القرآن وقصص بني إسرائيل محذرا أن تكونوا مثلهم لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما مر يوما وإذا قوم من المشركين قد علقوا سيوفهم بشجرة لها أنواط يعني لها أغصان علقوا السيوف في هذه الشجرة كان المشركون يظنون أن هذه الشجرة مباركة فإذا علقوا فيها السيف صار السيف أكثر مضاء وقوة فالصحابة لما رأوا السيوف معلقة على الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ذات أغصان كما لهم ذات أنواط يا رسول الله مثل ما هؤلاء عندهم شجرة فيها بركة يا رسول الله نريد شجرة فيها بركة مثلهم طيب أولئك يعبدون شجرتهم هل تريدون شجرة تعبدونها فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقال عليه الصلاة والسلام في موطن آخر قال محذرا من أن يصنع الناس مثل ما كان يصنع بني إسرائيل قال فتستحل محارم الله بأدنى الحيل إيش الحيلة التي عملها بني إسرائيل جاءت في هذه القصة يقول الله جل وعلا بعدما تحدث عن بني إسرائيل وقال جل وعلا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ثم ذكر توجهات ثم جاء إلى قصة أصحاب السبت وقصة القرية فقال جل في علاه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر حاضرة البحر يعني على ساحل البحر مثل جده جده هي مدينة حاضرة البحر الإسكندرية مدينة حاضرة البحر الدمام مثلا مدينة حاضرة البحر فالمدينة أو القرية التي تكون على شاطئ البحر تسمى حاضرة البحر فهؤلاء بني إسرائيل كانوا يسكنون قرية على شاطئ البحر طيب اسألهم اسأل من اسأل اليهود اللي عندك في المدينة اسأل بني قريضة واسأل بني قينقاع واسأل بني النظير الذين يكذبون بك اسألهم عن أخبار هم يستحون من ذكرها وكان اليهود لا يظهرون أمام الناس إلا البطولات والأفعال الصحيحة التي فعلوها أما الفضائح التاريخية عندهم كانوا يسكتون عنها بدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر ثم فتحها أقبلت إليه امرأة يهودية بشاة مشوية فوضعت بين يدي ضيافة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها ونهش منها نهشة وهو مع أصحابه ثم أمر أصحابه أن يتوقفوا فجأة عن الطعام فتوقفوا ثم قال ادعوا لي منها هنا من اليهود فدعوا له رؤساء اليهود وقفوا بين يديه وكان فيهم قوم قد أخرجوا من المدينة تعلم مما وقع من بني النظير الخيانات ومن بني قينقاع وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج فخرجوا ونزلت سورة الحشر وغيرها من الآيات فلما وقفوا بين يديه قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء قالوا نعم معقول نكذب وأنت نبي نعم فقال عليه الصلاة والسلام لهم من أهل الجنة لا لا قال لهم السؤال الأول قال من أبوكم فقالوا أبونا فلان يعني من جدكم وكان هذا الفخذ من اليهود لهم جد جبان ما يفتخرون بالانتساب إليه فإذا سئلوا في معرض الافتخار انتسبوا إلى جد آخر جد لقبيلة أخرى فقالوا أبونا فلان الثاني الشجاع فقال عليه الصلاة والسلام لهم كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت قال يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء قالوا نعم وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا أنت تعرف ما نستطيع نكذب عليك فقال من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها قال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء قالوا نعم قال هل جعلتم في هذه الشات ثم قالوا نعم مدام الرجل نكذب ويكتشف أكيد ما سأل له يدري نكذب بعد ونزيد المشكلة قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك ليش أنا دخلت صلحان ما قتلتكم ما حملكم ليش ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت ملكا أن تموت ونتخلص منك وإن كنت نبيا فلن يضرك لكن من حدثك من أخبرك فرفع صلى الله عليه وسلم الذراع ذراع الشات المطبوخة قال أخبرتني هذه الذراع فاليهود قوم بهد كذابون ولذلك الله جل وعلا يفضحهم في القرآن ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام هم يكتمون هالقصة يا محمد اسألهم عنها اسألهم عن من كانوا من أقوامهم من السابقين الذين مسخوا قرده وخنازير طلع فضائحهم حتى يعلموا أنك على الحق وأنهم قد حرفوا دينهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قال الله إذ يعدون في السبت يعني إذ يعتدون في السبت وكان هؤلاء اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعظمون السبت كما تعظمه الأمم التي من قبلهم وكانوا يعظمونه بناء على بقايا من دين موسى عليه السلام وقد جعل الله تعالى لكل أمة من الأمم يوما فيه زيادة فضيلة عن الأيام التي غيره مثلا يوم الجمعة هذا اليوم المبارك فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه فيوم الجمعة يوم مبارك شرع لنا فيه عبادات منها مثلا التبكير إلى صلاة الجمعة إقامة صلاة الجمعة الاجتماع لها سماع الخطبة والإنصات إليها الاكثار من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف يعني في الحديث الحسن والساعة التي فيها أجر أيضا وفضيلة فيوم الجمعة يوم فيه زيادة فضيلة والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار خلق الأماكن واختار مكة تكون أفضلها خلق المياه اختار زمزم يكون أفضلها خلق الشهور اختار رمضان أفضلها خلق الليالي اختار ليلة القدر أفضلها اختار أيضا من ضمن الأيام لما خلقها اختار يوم الجمعة ليكون هو عيد المسلمين لذلك يستحب التطيوب والتنظف ولبس أحسن اللباس في يوم الجمعة كأنه عيد ويوم الجمعة هو أحب الأيام إلى الله تعالى ولذلك أضل الله تعالى عنه الأمم من قبلنا فصارت النصارى تعظم يوم الأحد وصارت اليهود يعظمون يوم السبت واختصنا الله تعالى بهذا اليوم المبارك سبب تعظيم اليهود اليوم السبت يزعمون أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ارتاح في اليوم السابع يوم السبت وهذا كلام باطل والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب تعالى الله تعالى أن يصيبه ما يصيب المخلوق من تعب وضنك بعد عمل تعالى الله عن ذلك وما مسنا من لغوب لكنهم ضلوا وادعوا ذلك صارت العظمون يوم السبت ويعتبرون هذا اليوم يوم عبادة ما يشتغلون فيه نحن خفف علينا صح يوم الجمعة يوم عبادة لكن لو الإنسان مثلا صياد وقام يصيد ولا نجار وفتح المحل واشتغل بالنجارة ولا عنده دكان وفتحه ولا موظف وذهب إلى وظيفتهم الجمعة ما في مشكلة المهم أن تقيم صلاة الجمعة لكن عندهم منعوا امتحنهم الله واختبرهم وخصص يوم السبت للعبادة فقط ممنوع تشتغلون في أي شغل طيب ماذا فعلوا قال الله جل وعلا واسألهم يعني يا محمد اسأل اليهود اللي عندك عن القرية التي كانت حاضرة البحر هذه القرية قيل هي قرية أيلة وهي أيلة موجودة في فلسطين وقيل هذه وهذا هو قول أكثر أهل العلم وقيل هذه القرية كان فيها سبعون ألفا من اليهود كانوا يسكنونها وكانوا يشتغلون بصيد السمك هي على شاطئ البحر فكان شغلهم في صيد السمك وكانوا يعدون في السبت يعدون يعني يعتدون في يوم السبت وتقدم الإشارة إلى قصة أصحاب السبت في سور أخرى فقال الله جل وعلا في سورة البقرة مخاطبا اليهود يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وفي سورة النساء قال الله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت إذن قصة أصحاب السبت قصة مهمة جدا لدرجة أن الله تعالى في سور أخرى يشير إليها ولا يفصلها ثم فصلها في سورة الأعراف لكن تعال إلى قصة مؤمن آل ياسين مثلا ما أشار الله إليها في أي سورة إلا في سورة ياسين قصة مثلا النمروت مع إبراهيم ما أشار الله إليها في أي سورة إلا في نفس السورة قصة قارون هل أشار الله لها في سور أخرى لا لكن قصة أصحاب السبت لأهميتها ذكرها الله في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فشوقهم إلى معرفة القصة ثم ذكرها في سورة النساء أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت طيب يا ربي منهم أصحاب السبت فجاء تفصيلها هنا فقال جل وعلا إذ يعدون في السبت قصة هؤلاء أنهم كان عيشهم من صيد السمك يأكلونه ويبيعونه ويصنعون به ما يصنعون فربنا ابتلاءا لهم وامتحانا كما ابتلى إبراهيم عليه السلام لما تعلق قلب إبراهيم بولده إسماعيل قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك ولدك يا إبراهيم هذا اللي أصبحت أنت تفكر فيه ليلا ونهارا وتذكر في كل حين وتعلق به قلبك وتخاف عليه من نسبة الريح لتثبت يا إبراهيم أن أمر الله عندك أعظم من محبتك لولدك نأمرك بذبحة تطيع ولا ما تطيع يا إبراهيم قال الله فلما أسلم وتله للجبيل إلا أطيع يا ربي أنت أحب إلي وأغلى وأعظم من كل شيء فأراد الله تعالى أن يمتحنهم هل المال والصيد والسمك والشغل أحب إليكم وأعظم أم أمر الله أحب إليكم وأعظم فأمرهم الله أن يصيدوا ستة أيام إلا يوم السبت ممنوع الصيد في يوم السبت ولا يسمح لكم أبدا في أن تصطادوا في يوم السبت أبدا وصاروا فعلا يصيدون الأحد والإثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة ويأكلون ويطعمون أولادهم ويبيعون إذا جاء يوم السبت وقفوا اليوم ما في صيد مضت الأيام على ذلك صار السمك يقبل في يوم السبت إلى الشاطئ بشكل كبير كما قال الله تعالى مبينا هنا قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرعا قال بعضهم الشارع هو الطريق فصارت تأتي كأنها طرق كأنها شوارع في الماء تسير مقبلة إلى الشاطئ يعني هي اللي تأتيهم عادة الصيات هو الذي يذهب إلى السمك وليس السمك الذي يأتي إليه هنا انقلبت الآية ستة أيام هم يذهبون يبحثون عن السمك في عمق البحر إلا يوم السبت السمك هو اللي يأتي أمامهم شرعا يعني مثل الشوارع وقيل شرعا مثل شراع القارب القارب يجعلون للشراع يوجه السفينة ويمشي بها فصار السمك يأتي من كثرته يرونه بأعينهم مثل شراع القارب فلم يصبروا طيب هذا السمك أقبل إلى الشاطئ قيل لأحد سببه إما أن السمك بطبيعته لاحظ أن كل يوم سبت ما في صيت فصار يقترب إلى الشاطئ يبحث عن طعام وأن تعلم في الغارب أن الشاطئ الناس يلقون فيه بقايا طعامهم أحيانا الخبز أحيانا بقايا مثلا عشاء غدا فيكون على الشاطئ يعني الماء الملاصق للشاطئ يكون فيه رزق للسمك ولذلك إلى اليوم في الليل يأتي السمك يقترب من الشاطئ يأكل غير النهار إلى اليوم لو تذهب إلى البحر فإما أن السمك يعني بطبيعته تعود أنه كل يوم سبت ما في خطر فصار يقترب ويرونه بأعينهم هذا سبب الاقتراب السمك أو سبب آخر أن الله جل وعلا جعل السمك يأتي في هذا اليوم امتحانا لهم مختبارا كما قال ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الضماء والماء فوق ظهورها محمول يعني هم الآن ينظرون للسمك اللي الواحد منهم يظل ربما ساعة كاملة ماسك السنارة في عمق البحر فإذا شعر بحركة في السنارة فرح أجر السنارة ويرجع بخمس ولا ست من السمك ويرى نفسه اليوم منتصر فما بارك الآن وهو يرى السمك بين يديه يستطيع أن يصيده بيده يعني هذا إغراء شديد ولذلك قال الله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم اليوم في غير يوم السبت الحيتان لا تأتي قال الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم أي كذلك نبتليهم بما كانوا يفسقون يعني نبتلي هؤلاء القوم حتى عقوبة لهم على فسقهم الذي فعلوه وعملوا ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من ذلك وقال فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل يعني لا تصنعوا كما يصنعوا اليهود بحيث أنهم احتالوا هؤلاء اليهود ماذا صنعوا مضى عليهم سبت سبت آخر وثالث ورابع فبدأ بعضهم يتجرأ ويأتي ويعمل حيل للصيد في يوم السبت صاروا يأتون يوم الجمعة ويحفرون طرق من الشاطئ طرق من الشاطئ تنتهي بحفر بحيث أن السمك إذا وصل إلى الشاطئ رأى طريقا قناة صغيرة يعني فيدخل فيها فإذا حفره فيها ماء قليل يسقط في هذا الماء ثم ما يستطيع أنه يطلع فإذا جاء يوم الأحد هذا يحفرون الجمعة السبت خلاص عبادة إذا جاء يوم الأحد ونظروا إلى الحفر وإذا الحفر فيها عشر من السمك وهذه فيها خمسة عشوة فقالوا نحن ما صدنا يوم السبت إحنا حطينا الحفر يوم الجمعة وأخذنا السمك يوم الأحد صحيح لكن السمك اللي موجود في الحفر هذا رزق أي يوم جاء في أي يوم ما أنتم صدتم يوم الجمعة ووضعتوه في بيوتكم والأحد بتصيدون وتحطونه في بيوتكم السمك اللي في الحفر هذه تبع أي يوم له يوم جمعة ولا أحد تبع أي يوم يوم السبت قالوا لا ما صدنا يوم السبت وقيل إنهم صنعوا شباكا معروفة اليوم عند الصيادين اليوم الصيادين عندهم شبك يأتي على شكل دائرة وله مدخل واسع ثم يضيق يضيق فإذا دخلت السمكة لم تستطع أن تخرج قالوا صاروا يضعونها على الشاطئ صنعوها وضعوها على الشاطئ فصار السمك يأتي ويرى في داخل هذا الشبك طعاما فيدخل من الفتحة الواسعة فإذا دخل وأراد أن يخرج لم يستطع وهم يتعبدون في يوم السبت وقد وضعوها الشباك يوم الجمعة ليلا فإذا جاءوا يوم الأحد الفجر ورفعوها الشباك وإذا هي مليئة بالسمك فنقول لهم طيب أنتم صدتم يوم السبت قالوا لا ما صدنا يوم السبت نحن وضعناها الجمعة وأخذناها الأحد يوم السبت عبادة مثل ما أمرنا ما صدنا يوم السبت الله قد منعكم من أي اكتساب مال في يوم السبت أنتم اكتسبتم مالا يعني تحتالون على رب العالمين وهذه الحيلة حيلة محرمة طيب هل هناك حيل جائزة هل هناك حيل شرعية أو فقهية جائزة قالوا نعم أباحت الشريعة شيئا من المخارج التي ليس فيها مخارفة لأمر الله مثلا أيوب عليه السلام لما كان مريضا وكان معه امرأته وقد هلك جميع أهله ولم يبقى معه إلا امرأته ترعاه وتهتم به وقد اشتد عليه الضر فخرجت امرأته يوما تطلب طعاما له فلم تستطع أن تشتغل كانت تشتغل عند الناس تكنس ولا تشتغل ويعطونها شيئا من طعام ذاك اليوم ما أحد شغلها واشتد جوعهما فقصت شعرها وباعته ثم رجعت إليه وأعطته الطعام فسألها اليوم اشتغلتي وهو مريض وقد تركه قومه خارج البلد قالت اليوم ما اشتغلت كيف ما وجدت شغل لكن قصصت شعري قال لما فعلت ذلك وغضب منها وأقسم إن شفاه الله أن يضربها مئة عصا ثم شفاه الله تعالى فعظم عليه أن يضربها مئة عصا يعني زوجتي وقصت الشعر عشان تطعمني لكن أنا حلفت فأوحى الله تعالى إليه قال وخذ بيدك طغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا الآية الضغث هو الذي ينبت فيه الرطب والتمر يعني لما تجني الرطب والتمر يبقى هذا فيه أعواد متصلة به يستعمله الناس أحيانا مكنسة يعني يخيطون خياطة معينة ويستعملون مكنسة أو غيرها فأمره الله تعالى أن يأخذ هذا من النخلة وهو فيه أعواد صغار لا تؤلم وإذا كان في مئة عود يحمل التمر طلع التمر ونظف العصى واضربها ضربة واحدة فتكون ضربتها مئة عصى فهذا مخرج حتى لا يكون حنثا حتى لا يكون خالفا الحلف الذي حلف به ولذلك مثل هذه المخارج الشرعية هذه مخارج جائزة شرعا وقد ذكر الفقهاء يعني شيئا من ذلك من ذلك أن رجلا كان مع امرأته يأكلاني تمرا قال فأثناء أكلهما غاضبها وقد وضعت شيئا من يعني وضعت لقمة في فمها من الطعام أو من التمر فغضب الرجل وقال لها إن بلعت هذه اللقمة فأنت طالك وإن أخرجتيها فأنت طالك وإن أبقيتها في فمك فأنت طالك ثم ندم قال يا جماعة أنا طلقت امرأتي وأنا عند عيال لكن الغضب حملني على ذلك فماذا أفعل فهي اللقمة في فمها لا تقدر تطلعها ولا تقدر تبلعها ولا قالوا فأخذها وذهب إلى الإمام مالك قال يا إمام الغوث الغوث أنا تورط قال ما خبرك فقال خبري كذا وكذا وهذه زوجتي معي الآن فمها يعني مليء بالطعام فقال أتعاهدني ألا تقسم مرة أخرى مثل هالقسم يعني من وين جبت هالقسم أنت يعني واحد يقول والله علي الطلاق أنت طلع تألف قسم صعب وتقول حلو المشكلة فتعاهدني أنك معاد تحلف مثل هالحلوف الصعبة هذه قال نعم وأنا مدري كيف طلعها أصلها الرجل قال نعم أعاهده قال مرها فلتخرج بعض اللقمة وتبلع بعضها فتكون لاه اللي بلعتها ولاه اللي أخرجتها ولاه اللي تركتها في فمها فهذه أيضا من الحيل والمخارج الشرعية حتى لا يقع له الطلاق أما الاحتيال أما الاحتيال على الشريعة بأنواع من الحيل سواء في الأموال أو في غيرها مثلا أن يكون الإنسان يريد أن يدفع لإنسان مالا بالربا فيصنع صنيعا معينا على أنه بيعه وبالحقيقة ربا أو يريد مثلا أن يعود إلى نكاح امرأته التي طلقها ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيحتال حيلة معينة حتى تعود إليه هذا لا يجوز الذي صنعه بنو إسرائيل هو هذه الحيلة ولذلك عاقبهم الله تعالى وبين الله تعالى جلالة فضاعة صنيعهم وعادة الحلال الحلال كثير والحرام قليل عادة لكن تجد أن النفس سبحان الله تتوق إلى الحرام مع قلته يعني هم مسموح لهم ستة أيام يصيدون إلا يوم واحد ما قال رب العالمين حرام ستة أيام وحلال يوم لا ستة أيام حلال ويوم واحد حرام فلم يطب لهم الأمر حتى جاءوا لهذا اليوم الحرام ولذلك اللي يقول لك والله الشريعة ضيقت علينا هذا كاذب هذا ما يعرف الشريعة مثلا لو إنسان قالك الشريعة ضيقت علينا في الطعام يا أخي تقول لك ضيقت عليك تعال نعد الأشياء التي حرم الله أكلها والأشياء التي أباح الله أكلها إيش الأشياء اللي حرم الله أكلها قال حرم الخنزير طيب هذا الخنزير وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطيب طيب ها غيره والميته بأنواعها المتردية والموقودة وما أكل السبع وإلى آخره وما ذبح على النصب طيب غيره قال ها والله يعني انتهى بس أربع نعم بس أربع طيب أعضن الأشياء التي أباح الله أكلها أباح الله أكلها الغنم والبقر والإبل والغزال والذباء والأرانب والدجاج والحمام والعصافير وهذا من اللحوم وأباح أكل البرتقال والتفاح والموز ومن الفواكه وأباح أكل الكوسة والطماط والجزر من الخضراء وأباح أكل البر والشعير والذراه وتعد والدخن وتعد شيئا كثيرا طيب ما الذي حرم الله شربه قال والله حرم شرب الخمر والدم طيب ما الذي أباح شربه أباح شرب اللبن والحليب وعصير البرتقال وعصير الأنناس وعصير لي إذن أي واحد يقول لك والله شريعة ضيقت نقول التضييق في قلبك وفي هواك وفي شهوتك الله تعالى فصل لنا ما حرم علينا لكن لما جاء عند الحلال قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه لكن قال وقد فصل لكم ما حرم عليك ولذلك حتى في اللباس حرم عليك نوع أو نوعين لكن الأشياء المباحة في اللباس كثير حتى في المحرمات من النساء لا يجلز أن يتزوج أخته ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته لكن أباح لك ملايين النساء أن تخطب منهن ولذلك هنا مع بني إسرائيل حرم الله عليهم يوما واحدا فقط وأباح ستة أيام ستة أيام ما تحمسوا فيها إلا هذا اليوم صاروا يفكرون ويخططون ويجدوا لذة في استخراج هذا الصيد في يوم السبت بدأوا يصيدون في يوم السبت وجعل الله تعالى هذا السمك متيسرا أمامهم كذلك نبلوهم نختبرهم وأحيانا قد يوسر الله تعالى ويسهل وصول الإنسان إلى المعصية اختبارا له وامتحانا يعني مثلا يسافر إنسان إلى بلد فيجد مثلا أنه يمر على أماكن يشرب فيها الخمر ربما بأسعار يستطيع هو أن يدفعها يستطيع أن يقع في الفاحشة من غير ما يخاف من شرطة تمسكه ولا زوجة تغضب منها أو أب يزعل عليه فالمعصية الآن أمامه متيسرة هذا إذا امتنع عن المعصية أجره أعظم ممن المعصية عليه صعبة أنا كنت أقول لبعض الإخوة أحيانا في بعض البلدان أقول لهم يا شباب امتناعكم عن شرب الخمر امتناعكم عن الفاحشة امتناعكم عن هالمحرمات أجركم أعظم ربما من بعض من يسكنون في مدن لا يستطيعون أن يصنعوا هذه الأشياء لأنها ممنوعة عنهم ونحمد الله تعالى أنها في بلادنا ممنوعة نصر الله أن يديم ذلك علينا لو الواحد هنا عفر الله وإياكم أراد أن يشرب خمرا أو يقع في فاحشة فهو لا يتيسر له ذلك كما يتيسر لمن هم في بلدان تسمح لذلك وتأذن به وتبيعه في كل مكان فكنت أقول أجركم أعظم لأنك تستطيع أن تفعل المعصية ويمنعك منها تعظيمك لله ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودعا كالعوام ثم قال فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل هذا الشاهد للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم يكلم الصحابة رواه أبو داود يعني أنت اليوم لما تغض بصرك مثل الصحابي لما يغض بصرك خمسين مرة أنت اليوم لما تمتنع عن الغيبة مثل الصحابي لما يمتنع عن الغيبة خمسين مرة أجرك مضاعف أنت اليوم لما تمتنع عن فاحشة أو تمتنع عن خمر فإن أجرك يكون مضاعفا وفي رواية أخرى قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا أنتم يا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أنت لما تفعل الخير فيه من يعاونك والمجتمع كله يعينك لكن سيأتي أيام المجتمع لا يساعد بل قد يحاربك إذا كنت من أهل الخير فتمسكك كتمسكك كقبضك على الجمر يكون أجرك أعظم من غيرك ممن هو يعان على هذا ولذلك كلما تيسرت الفتنة لك اعلم أن أجرك أعظم إذا امتنعت عنها كلما تيسرت الفتنة لك اعلم أن أجرك أعظم إذا امتنعت عنها إذا جلست أمام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز في يدك ثم حدثتك نفسك بفتح صفحات فيها محرم ثم امتنعت عن ذلك تعظيما لمن يراقبك جل في علاه وخوفا من الله فإن أجرك أعظم ممن لا يستطيع أن يصنع ذلك بل يمكن ما عنده جهاز في يده كلما كانت المعصية متيسرة مال تسرقه أو إنسان تعتدي عليه أو صلاة تتركها أو غير ذلك وتركت المعصية تعظيما لله فإن أجرك أعظم ممن أصرا لا تتيسر له هذه المعصية يقول الله جل وعلا هنا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بدأوا يصيدون منها السمك يوم السبت وطبعا قال بعض المفسرين صاد بعضهم فجاء جيرانه ينهون كيف تصيد يوم السبت قال أنا ما صدت يوم السبت أنا وضعت الشبك الجمعة وأخذته الأحد فقال قومه اللي معه لينزلن بك عذاب ثم مضى جمعة وجمعتان وشهر شهران وما نزل به عذاب فقالوا هاه ما نزل به عذاب فتجرأوا فصنعوا مثله قال الله وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون انقسم الناس في هذه القرية إلى ثلاثة أقسام منهم قسم كانوا يفعلون المعصية يصيدون السمك ومنهم قسم ما صادوا السمك ولا فعلوا المعصية لكنهم أنكروا جاءوا إلى هؤلاء الذين يصيدون وقالوا يتقوا الله كيف تصيدون يوم السبت هذا حرام ونهوهم وما سكتوا تكلموا وأنكروا وفي قسم ثالث هم صالحون أيضا ما صادوا سمك لكنهم يائسون من إصلاح المجتمع بدل ما يذهبون إلى أصحاب المنكر ويقولون نعم صدق إخواننا لا تصيدوا يوم السبت ذهبوا إلى المنكرين وقالوا كيف تنصحونهم والله ما فيهم فائدة والله تنصح ولا ما تنصح ما فيهم فائدة هؤلاء ننتظر بس إما أن الله أن يعذبهم أو ينزل بهم قارعة لا تنصح لا تنصح فقال هؤلاء الذين ينكرون قالوا نحن ننصح لأحد سببين معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أول شيء إن الله يعذرنا يا ربي أنت أمرتنا بإنكر المنكر ها نحن أنكرنا وأيضا ينكر يتقبلون يا أخي وما أدرك ولذلك لا تيأس أبدا من إصلاح أي أحد لا تيأس في صحيح البخاري يقول النبي يقول لما نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال جبريل أما لو رأيتني يا محمد وأنا أخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون لأن فرعون لما بدأ يغرق صار يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين رددها فيقول جبريل أما لو رأيتني يا محمد وأنا أخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون ما خافت أن تدركه رحمة الله إذا كان جبريل يتصور أن حتى فرعون ممكن يرحم ويهتدي وهو فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى فما بالك بمن هو أقل من فرعون من من هم ربما كفار عاديون أو ناس عصات ولذلك تجد بعض الناس اليوم تقول والله أنا جارنا عندك كذا وكذا وأنا رايح أني أنصحه يقول تنصحه والله ما في فائدة تنصح ولا ما تنصح يا أخي إش دخلك أنت إما أن تشجعني على النصيحة أو اسكت وسبحان الله هذا هذا من قديم لما بدأ المسلمون بالهجرة إلى الحبشة في أوائل الإسلام واحد من الصحابة أخذ زوجته وخرج متخفيا من مكة بيذهب للحبشة وخرجوا من مكة بيركبون البحر يطلعون عن طريق جدة فوضعوا متاعهم في مكان يستريحون ثم تذكر شيئا قد نسوف في البيت فقال لزوجته ابقي هنا مع المتاع أنا أرجع للبيت أحضر اللي ناقص وأعود إليك وانتبهي إن مر بك أحد من المشركين فلا تخبريه أن مهاجرون إلى الحبشة لا تورطينا قالت خلاص طي مضى زوجها فمر بها من كان في وقته قبل أن يسلم كان أعظم الناس تعذيبا للمسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر كان عنده جارية أسلمت وكان يعذبها يقولون فكان يعذب يعذب بعدين يتعب فيخشى أنه يضع العصى ويرتاح فهي تفرح وتقول زين رحمني الحمد لله أنه رحمني يعني ممكن يوقف التعذيب فحتى ما تصاب بهالشعور المفرح كان إذا أراد يوقف يقول لها أنا سأوقف الضرب ليس رحمة بكي لأني تعبت أنا أرتاح وآتي وأضربك أقوى من الضرب اللي قبل شوي شف شدة الكره مر عمر بها المرأة وكان قويا ومهيبا فقال لها ما أقعدك في هذا المكان إيش مجلسك معك متاع في الشمس قالت نهاجر مسكينة من شدة الخوف صدقت ما عرفت تدبر لها يعني مخرج قالت نهاجر قال إلى أين قالت ضيقتم علينا في ديننا ما دام هي خربانة خربانها بصدق والله يضربها ولا يعذبها خلناها تصدق قالت ضيقتم علينا في ديننا ونهاجر إلى الحبشة وهي تنتظر الضرب فقال عمر إني أسأل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا ومضى وتركها المرأة تفرق عيونها وهذا عمر ولا واحد في صورة عمر هذا أكيد عمر فما رجع إليها زوجها بعد قليل يلا أحملي المتاع مر بك أحد اللي المرأة مشدوها إيش الخبر قالت مر بي عمر قال عمر مر عرف أن نهاجر عمر قالت نعم أخبرته قال والله اللي خربت هجرتنا خلص والله يطلع لنا الآن في الطريق فقالت له لا إني والله لأرجو فيه الخير قد قال لي كذا وكذا إني أرجو أنه يهتدي ممكن يسلم فقال إيش عمر بالخطاب يسلم والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بالخطاب يقول لو الحمار اللي عندهم في البيت يتشهد ويدخل في الإسلام عمر لا يمكن يسلم من شدة اليأس أن يسلم عمر وإذا بالهداية تنزل على قلبي عمر ويدخل عمر في الإسلام ويصبح تاني رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر ومن العشرة مبشرين بالجنة ويقتل شهيدا في سبيل الله هل كان ذلك الرجل يدري عن عمر يا مناس يا جماعة كانوا أشد الناس إعراضا قساوسة وأشد الناس بغضا للإسلام ثم فتح الله على قلوبهم وصاروا من أحسن الناس في الإسلام فهنيئا لمن صبر عليهم حتى اهتدوا على يده بعض الناس ما في صبر إذا رأى من هو شديدا في المعصية أو مقبلا عليها قال خلاصا غسلت يدي هذا ما في فائدة نقول لا تيأسن من أحد أبدا وليكن عندك صبر لعل الله أن يفتح على قلوبهم ومن ما يذكر في ذلك من اللطائف ذكروا أن أحد الإخوة كان يقوم على بناء مسجد فتعطل المسجد في البناء ونقصهم مال وقد أفنوا كل ما عندهم قال طيب بيته اذهب يمين يسار هذا بيت التاجر لكن ترى هذا أصلا زعلان أننا نبني مسجدا فضلا عن أن يتصدق للمسجد هذا لو تبني ربما مكان لشرب الخمور أعطاك مال أما مسجد فذهب وطرق عليه الباب وفتح الخادم قال وين السيدك قال في الداخل طيب ماذا تريد والله أنا أقوم على بناء المسجد وكذا المهم لا زال به حتى خرج السيده إليه فجاء وهو في عتوه ونفوره وبغضه ولا يحب يرى أحدا من أهل الخير فلما جاء وقف قالها ماذا تريد التاجر هذا يسأل الشيخ هذا ما تبغى ماذا تريد قالوا والله احنا يعني أزاك الله خير نبني مسجد وإن شاء الله ذكروك بالخير وإن شاء الله أنك تساعدنا ويعني يكون في شيء منك بإذن الله في المساعدة وقال أساعدكم في بناء المسجد قال نعم قال طي بيطلع المحفظة ويحط يدك كأنه بيطلع فلوس قال طيب افتح يدك فالشيخ فرح قال يمكن معاه عشر ألاف عشرين ألف لسه ساحبها من الصراف وبيعطيني إياها فمد يده فبصق فيها هذا التاجر فمسحها هذا الشيخ في صدره وقال هذه لوجهي ثم مد يده الأخرى وقال وهذه لوجه الله فماذا تضع فيها البصق لي أنا ما هي مشكلة هذه لوجهي لكن هذه الأخرى لوجه الله فماذا تضع فيها فكأنما نزلت على ذلك الرجل صاعقة تأثر وانتفض وأخذ يسبح ويستغفر وجلس على الأرض ولا حرقت استغفر الله استغفر الله ثم أكمل كل ما احتاجه بعد ذلك للمسجد كان بقي مبلغ يسير فأنت لا تيأسن من أحد رب العالمين ذكرها القصة فيها رسالة لنا ناس يأتون ينكرون وفريق يائسون بدل ما يذهبون ويساعدونهم في الإنكار لا يجيئون إلى المنكرين ويقولون توقفوا عن الإنكار خلاص اسكتوا خلوهم يفعلون المعصية ليش نخليهم يفعلون المعصية قالوا لأن ما في فائدة من هدايتهم أنت إشدراك أنت دخلت في قلبه أنت اطلعت على اللوح المحفوظ أنت تعلم الغيب ما الذي أدراك أنه لن يهتدي اسكت عني اتق الله إما أن تعينني على الإنكار أو اسكت عني ولذلك قال الله وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِضُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا هؤلاء يائسون قالوا هؤلاء أما بيأتيهم هلاك ولا عذاب مثل ما قال سليمان عن الهدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه يعني الله إذا ما قتلهم بعذبهم فهؤلاء الصالحون نيتهم طيبة ومتفائلون قالوا لا ألا ابن السمر في الإنكار معذرة إلى ربكم أول شيء ربي يعذرنا نحن سوينا اللي علينا ويمكن يهتدون ولعلهم يتقون قوله تعالى هنا وإذ قالت أمة الأمة هي الجماعة من الناس وهؤلاء الجماعة من الناس ليس لهم عدد محدد أمة منهم يعني ربما عشر خمسة عشر مئة مئتان لا ندري قوله لما تعظون الوعظ يقولون هو تكرار الواعظ كلاما يعرفه الموعوض لكنه لا يفعله ما هو الفرق بين التعليم والوعظ التعليم أني آتي إليك وأقول لك الصلاة واجبة تقول ها والله ما أدريت أنها واجبة جزاك الله خير زين أنك علمتني أو مثلا أقول لك ترى لا يجوز الأكل باليسار تقول اوه جزاك الله خير أنا والله كنت أظن أن اليسار واليمين واحد أنا حديث الإسلام فهذا تعليم اسمه لكن الوعظ أني أبين لك شيء أن تعرفه لكنك لا تفعله فأقول لك ونحن نأكل أقول لا يجوز الأكل باليسار أن تدري أنه لا يجوز لكنك تكاسلا تحمل الكأس باليسر وتحمل الطعام باليمنى فأنت تعرف المعلومة لكنك لا تطبقها فأقول عندها أنا أعظك أقول اتق الله ولا تأكل باليسار اليسار يأكل بها الشيطان إنه يأكل بشماله الآن أنا أكرر للك كلام أنت تعرفه هذا اسمه وعظ فلذلك هؤلاء يقولون لماذا تعيضون قوما أصلا هؤلاء يدرون أن الصيد يوم السبت حرام لماذا تخبرونهم المعلومة موجودة عندهم ولذلك أنت حتى عندما تنصح أحدا حاول تنوع الأسلوب يعني مثلا تنصح أحدا هو عاقل والديه جاءت أول مرة ونصحته مباشرة ما تقبل مرة ثانية رسلت له مقطع على جواله نوع الأسلوب ما تقبل مرة ثالثة كلمت واحد من زملائه مثلا ليجري اتصالا بينه وبين أمه حتى صاحبنا العاق يسمع كيف هذا يتكلم مع أمه بأدب فيقتدي مثلا أسلوب ثالث وهكذا احرص أنك إذا وجدت بابا مقفلا إلى من تنصحه ابحث عن أبواب أخرى ربما هالباب ما يصلح له الباب الثاني لأن كل إنسان له مفتاح لا تستعمل مفتاحا واحدا فقط ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل عددا من الأساليب مع الصحابة في دعوتهم عددا من الأساليب مع القبائل عندما يدعوهم هذا فيما يتعلق بالوعب قوله معذرة إلى ربكم العذر هو السبب المقنع لترك الشيء يعني يقول لك ليش غبت اليوم مثلا فتقول أنا صار لي حادث وهذا تقرير المرور هذا عذر عذر لترك المحاضرة مثلا أو لترك الدرس في الجامعة أو نحو ذلك ولذلك يعني الإنسان ينتبه لمثل هذا ولكن يكون عذر مقبول أنا كم يوم مع الطلبة في الفصل الماضي عندنا اختبار في يوم عطلة في يوم السبت كان زحمة شوي الاختبارات فحطوا اختبار يوم السبت فكنت في اللجنة هراقب اختبار نهائي فواحد من الطلبة جاي متأخر يمكن عشرين دقيقة ويوم السبت ما في سيارات في الشوارع يعني الناس نائمون وكذا والشوارع فاضية فطلعت قلت يا ابني أنت ليش متأخر كوالله يا دكتور تعرف زحمه الشوارع وناس طالعين جامعة الإمام وناس طالعين جامعة ملك سعود وناس طالعين لأعمالهم هذا مدعياله المدرسة وهذا سواق معهم معلمات وهو يتكلم أنا أقول في نفسي ما أنا جاي قبل شوية ما أخذ خمس دقائق يعني الطرق فاضية يوم السبت وساعة سبع يعني لما خلص قلت الطرق زحمة قال زحمة زحمة يا شخ تعرف الرياضة أنت عادشة زحمة زحمة وعايش الموقف هو قلت عشان كذا تأخرت واضح عيونه حمر لسه صحي من النوم يعني يعني هو لو أنه ماسك الطريق على أقل صح صح يعني فقل طيب بس يا ولدي اليوم سبت لا في جامعة إمام ولا فيه موظفين ولا معلوم قال لا والله بصراحة بنشرت السيارة تعطلت شوي وقلت يا أخي لا تكذب يعني صح أنا أقول لك اعتذر ومدام ما أحد طلع من الطلاب لسه وينك أشفت الأسئلة بندخلك لكن لا تكذب اعتذروا وقال راحت عليه نوم والنوم سلطان فأنت أيضا إذا تعطي عذر يكون عذرا مقبولا يعني فهنا يقولون نحن ننكر معذرة حتى الله يعذرنا ما يؤخذنا أننا تأخرنا في عدم الإنكار الفرق بين الفريقين الصالحين هؤلاء أن الفريق الأول متفائل ننكر يمكن الله يصلحهم والفريق الثاني يائس انتبه لا تصل إلى مرحلة يائس من الإصلاح عندك جار ما يصلي عندك واحد عاد عندك إنسان يظلم الناس عندك إنسان يتعامل تعاملا سيئ لا تيأس من نصيحة الناس مضت الأيام وهؤلاء يصيدون عصات وهؤلاء ينصحون والفريق الثالث ينكرون على الناصحين فجاءت ساعة العذاب قال الله فلما نسوا ما ذكروا به ما ذكروا يعني ما وعظوا به لما أولئك نسوا يعني لم يلتفتوا وأعرضوا عن النصيحة واستمروا في معصيتهم عندها استحقوا العذاب قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ما قال أنجينا الصالحين لا أنجينا الفريق اللي أنكروا اللي قالوا يا رب اعذرنا فرحنا أنكرنا هؤلاء نجيناهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون بئيس على وزن فعيل يعني شديد يقولون جاء العذاب على مرحلتين المرحلة الأولى عذاب إما أمراض وغيرها لكنهم استمروا في معصيتهم فقال الله في الآية التي بعدها فلما عتوا عتوا يعني طغوا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين طيب السؤال الفريق الصالحون الذين لا صادوا ولا أنكروا فهم جمعوا بين معصية جمعوا بين طاعة وبين معصية الطاعة التي هي طاعة الله في ترك الصيد يوم السبت والمعصية ترك الأمر المعروف أنها على المنكر معلوم أن الأمر بن عروف أنها على المنكر أمر واجب إذا كان الإنسان يستطيع عليه ولن يأتيه من ورائه مضره وعلى أقل أنكر بقلبك إذا ما تستطيع تنكر بيدك أو بلسانك فهذا الفريق الذي سكت عن الإنكار هل نجأ أم لم ينجو سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا أعلم فقال له مجاهد تلميذه قال يا إمام أليس الله تعالى قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا فالذين ظلموا هم أولئك الذين صادوا فقال ابن عباس لعل يعني لعل الله إن شاء الله يكون أنجى هؤلاء الذين سكتوا وإلا فالآية جاءت في هؤلاء الذين أنكروا وهذا يدل أيها الإخوة والأخوات على أهمية أن يسلك الإنسان كل ما يستطيع من سبل دعوية رفيقة لأجل إنكار المنكر على الآخر كيف مسخ هؤلاء قردة وخنازير ذكر المفسرون بأن هؤلاء الصالحين لما رأوا أن هؤلاء لا يستجيبون لهم تركوهم وصاروا قد بنوا بينهم وبينهم جدارا قالوا نحن نعيش لوحدنا وأنتم لوحدكم نخشان يأتي عذاب ويصيبنا معكم قالوا فناموا ليلة من الليالي الكل نام فأصبحوا وخرج الصالحون يوم الأحد للصيد ما هم صيادين أيضا فلم يروا أصحابهم خرجوا فأطلوا من فوق الجدار وإذا أولئك قد مسخوا قردة وخنازير قالوا فدخلوا عليهم مسخ شيوخهم كبارهم خنازير وشبابهم قردة فصار القرد أو الخنزير يأتي إلى قريبه من الصالحين اللي أنكر عليه ويبكي بين يديه وهنا يتكلم يبكي بين يديه ويعرفه لكن أولئك ما يعرفونهم كلهم خنازير ما يعرف وين فلان أو فلان لكن أولئك الخنازير تعرف أصحابها فيأتي ويبكي بين يديه فيقول له هذا الصالح ألم أكن حذرتك أن الله سينزل بكم عذابا مسخهم الله قردة وخنازير حولهم وربك يخلق ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون هل تناسى لهؤلاء بعدما صاروا قردة وخنازير النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى لم يجعل لمسخ عقبا إذا مسخ الله تعالى أحدا من خلقة إلى خلقة أخرى لم يجعل الله تعالى له عقبا خلاص يعني هذا الخنزير أو هذا القرد يكبر حتى تنتهي حياته ثم يموت حتى لو وطئ أكرمكم الله لو وطئ الأنثى من مثله لو مسخ هو وزوجته قردة مثلا ووطئها كما تفعل قردة اليوم الحيوانات العادية فإنه لا يكون له عقب لم يجعل الله تعالى لهم عقبا ولذلك لما يقول إنسان مثلا لليهود يا أحفاد القردة والخنازير صحيح أن أقواما من اليهود من أجدادهم قد مسخوا قردة وخنازير لكن أولئك الذين مسخوا لم يخلفوا عقبا فكلمة أحفاد ليست دقيقة لغويا لكن لو قيل يا أصحاب مثلا أو يا أمثال أو نحو ذلك لعله يكون يعني أقرب إلى الصواب في ذلك ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ولذلك اختار الله تعالى لهم هذا النوع من العذاب وهذا النوع من العذاب جاءهم بعدما نزل بهم عذاب أول فلم ينتهوا ثم جاءهم العذاب الأكبر لما مسخوا إلى قردة وخنازير ذكر أهل العلم من الفوائد أيضا حول هذه القصة أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حذر من مثل فعله وهذا من صداق قول الله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ تَأَذَّنَ يعني أخبر وأعلم وأذن في الناس بالحج يعني أخبر الناس بذلك لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ يعني لَيَبْعَثَنَّ عَلَى الْيَهُوتِ إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب هذا حكم من رب العالمين أن اليهود إلى قيام الساعة كل فترة يأتيهم من يضرب رؤوسهم يعني كل فترة يأتيهم من يزيدهم ذلا يسومهم يعني يفرض عليهم كما قال الله وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب وهذا يدل على خبث اليهود إلى يوم القيامة أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا يا رب العالمين في جنتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم وإننا نسألك أن تُصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن وأصلح أحوال إخواننا في مصر وأصلح أحوالهم في العراق وفي فرسطين وفي كل أرض من أرضك وفي ليبيا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأخ سوف يؤذن ويقيم مباشرة سيؤذن ويقيم مباشرة